اشتركوا في القناة للتغذية فوائد كثيرة وهي مهمة في تجيش النحل الخاصة لكن هناك معايير يجب على الأخ النحل أن يضبطها جيدا حتى يحصل على نحل ذا كثافة قوية وهناك أنواع كثيرة من التغذية سواء التغذية السائلة مثل المحلول السكري أو التغذية الجافة مثل العجائن سواء العجينة السكرية أو العجينة البروتونية سيكون لأستاذنا الفاضل الأستاذ محمد القرح من الأردن حديث حول هذا الموضوع فكونوا معنا من الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد العالي وصحبه أجمعين أخواني أعضاء مجموعة الشاق النحل ومحبوه أسعد الله وقاتكم وكل خير وسعاد أينما كنتم وأسأل الله العليل القدير أن يبارك لكم في رزقكم ومالكم وعيالكم أخواني الكرام كثرت الاستفسارات بشكل خاص عن موضوع التغذية التي تقدم إلى الطوائف النحلية على اختلاف أوجه هذه التغذية منهم من يقدم الكاندي منهم من يقدم المحاليل أخواني الكرام الموضوع ليس موضوع أن تقدم تغذية عجينية جافة أو تغذية سائلة الموضوع هنا متعلق بمحددات وضوابط وشروط يعني هذه التغذية يجب أولا بالدرجة الأولى يجب أن تكون نقية خالية من المواد الملوثة خالية من المواد الكيموية أو المبيدات الحشرية أو أي شيء يتم وضعه إلى النحل بقصد أنه علاج النحل مصنع يكون تصنيعي سواء من علاجات أو مواد أخرى إذا أردت أخي الكريم وأختي الكريمة تغذية للنحل يجب أن تكون طبيعية أولا إذا لم تتوفر الطبيعية وهي المراعي وترحيل النحل إلى المناطق الرعوية والغطاء النباتي الجيد إذا لم تتوفر كونهم في نحل على أبواب مصنع تشتي يجب أن تكون هذه التغذية أقرب إلى الطبيعية أي بما معنى أن تناسب هذه التغذية المقدمة للنحل الطوائف النحلية وطبيعة عيشها يعني شاهدنا بعض الإخوان يقوم بوضع حليب أو بيض أو ما شابه ذلك بدون ذكر أسماء هذه الأخوان الكرام أخطاء قاتلة ومنهم من تواصل معهم بشكل خاص وقال لي يا أستاذ البيض والحليب فسد في الخلايا ورائحة الخلايا والطوائف أصبحت كلها بيض رائحتها البيض الفاسد حذرنا من هذا الحديث أخي الكريم أختي الكريمة النحل لا يقتات على شيء من أصول حيوانية النحل مخلوق نباتي غذاءه الطبيعي والمفطور عليه هو الرحيق وحبوب اللقاء فيا أخي الكريم أو يا أختي الكريمة نسألكم بالله أن تتقوا الله في هذه الحشرة الطيبة المباركة وتقدموا لها ما يناسبها إذا يا أخي الكريمة يا أختي الكريمة لا تستطيع إدارة منحلك بالشكل الصحيح لا ترتكب أخطاء وتقتل أرواح ليس لها ذنب بأنها وجدت عندك قم باستدعاء أحد الأشخاص له خبرة له باع طويل أو له خلفية جيدة من المعلومات وقاعدة علمية بإدارة النحل ودعه يكشف على هذا النحل لا بأس قم بإعطائه أجر لا بأس في ذلك أما أن نقوم بتقديم تغذية مما هب ودب للطوائف النحلية والنحل يصبح يعاني من أمراض نوزيمة ويعاني من أمراض التعفنات ويعاني من تعفن هذه أو فساد هذه العجينة أو المحلول داخل الخلايا هذا خطأ فادح فادح جدا للأسف الشديد يعني أكثر الأشخاص أكثر الأشخاص ما أشاهدها من فيديوهات ومتسجيلات صوتية هو يملك خيط برأس الخيط من المعلومة أما باقي المعلومة لو قمت بالتفصيل فيها على المحق لن يستطيع إفادتك بذلك فيا أخي الكريم ويا أخت الكريمة إذا لم تكن لديك معلومة كافية أو شيء واضح أو قاعد علمية يستند على بحث علمي أو مرجعية علمية فيا أخي الكريم لا تجرب ذلك لأن التجربة في عالم النحل ربما يقع خطأ والخطأ قاتل وعندما تحصل هذه الأخطاء سيحصل هناك خسائر سواء في النحل موت النحل أو مرضه نتيجة هذه الأخطاء يعني عندما تقدم أنت تغذي تقول لي سمعت أحد التسجيلات أن التغذي يجب أن لا تزيد عن 72 ساعة داخل الخلي أخي الكريم خطأ هذا هناك ضوابط وشروط للتغذي لخصوص السائل أنا استمعت لأحد التسجيلات يقول أن التغذي ليجب أن لا تزيد مدتها داخل الخلي عن 72 ساعة طب والله درجة الحرارة فوق 35 درجة وتغذي موجودة عمرها 48 ساعة هذه تخمرة التغذي يجب إتلافها مباشرة أخبرنا إخواني الكرام بأن التغذي يجب أن تناسب حجم الكثافة النحلي يجب أن تكون هناك الكثافة النحلية مناسبة لحجم التغذية التي أعطيها للخلي خليه مكونة من 6 إطارات لا أعطيها 4 لتر خليه مكونة من 10 إطارات لا أعطيها 0.5 لتر خليه مكونة من 5 إطارات لا أعطيها 6 لتر هذا أخي الكريم يعني بمقدارك هكذا حسبها حسابة منطقية دعونا أن نحسبها حسابة منطقيا أنه كل إطار نحلي يحتاج يعني بمقدر 200 إلى 250 ملي يعني خليه مكونة من 3 إطارات يعني تحتاج إلى 0.5 لتر تقريبا خليه مكونة من 10 إطارات حسبة يعني تحتاج من 2 لتر إلى 2.5-3 لتر لا بأس في ذلك بحيث تكون هذه الخليه قد تم سحبها خلال 24 ساعة إلى 36 ساعة أما أن نقول درجة حرارة مفتفعة ونحل قليل جدا وتغذية زائدة توضع للنحل هذا إخوان الكرام خطأ فاضح الشيء الثاني بخصوص العجين معروف هناك عجينة الكاندي وعجينة البروتينية في الأصل التغذية هي شر لا بد عنه يقوم النحل بتقديمه لإسعاف النحل نظرا لإعدام المناطق الرعوي أو يصعب على النحل ترحيل النحل من مكان إلى آخر موضوع العجينة البروتينية وموضوع الكاندي السكرية أخي الكريم هذه يجب أن يكون فيها مواد يعني عندما نقول نحن الكركم هل النحل يأكل الكركم؟ لا هو يستفيد من الزيوت والمعادن التي تسربت من هذه المادة إلى السكر القرفة نعم يستفيد منها من هذه المعادن التي تسربت إلى السكر أما القرفة تحديدا لا يخضمها النحل يقوم بإخراجها أنت لا تشاهدها في الخليل لأنه يقوم بتنضيف الخليل منها أو يظن البعض بأنه يقوم بتكديسها كحبوب لقاح لا يقوم بتكديسها أخي الكريم هو يمتص يتغذى هذه العجينة ويقوم بإخراج الذي لا يأكله والذي أصلا هو في الأصل ليس من سلمه لو كانت القرفة زهرة ربما نقول ربما يختات عليها في المرعة لو كانت الكركم زهوره في المرعة ربما يختات عليها أم الزنجبيل لو لكن في بعض الأشياء إخوان الكرام يظن البعض بأنه يقوم النحل بالتغذي عليها وهو في الأصل لا يقوم بالتغذي عليها وإنما يقوم بإخراجها وتنضيف الخلايا منها ولا يبقى لديه إلا السكر الموجود المطحون والمواد التي تسربت والعناصر والزيوت والفيتامينات التي تسربت من هذه المواد إلى العجين بغض النظر هي سكرية أم بروتينية البروتينية نفس الشيء أخوان الكرام يجب أن تكون لا يجوز أن يوضع فيها أي شيء من أصول حيوانية أبدا منهما قال الحليب ومنهما قال البيض نقول لخي الكريم هذه مواد أصلا ليست من السلم الوراثي للنحل ولا يجوز تقديمها للخليل وإذا صح التعبير لو قمنا بضرب مثال نحن نقول المواشي هل يجوز إطعام الماشي لحوم لا يجوز هل يجوز إطعام الدواجن اللحوم لا يجوز لأنه لماذا أنت ستخلخل تركيبته ستخلخل سلمه ستحدث فرقا في فترته وإن تغذى عليها وكان هناك في نتائج النتائج ظاهرية أما لو قمت بالذهاب للتشريح والباطنية والدخول إلى عمق مما ذلك ستشاهد بأن هناك في خلل حدثت خلل أنت في التركيبات يا أخي الكريم يا أخوان الكرام استحلفكم بالله يعني يجب مراعاة هذه الحشرة الطيبة المباركة وتقديم ما هو أفضل لها وأنصحكم يا أخوان وإن شاء الله أن تكون لوجه الله تعالى أنا لا أستطيع إدارة منح لي ولا يتوفر إمكانية أحد من الأشخاص زيارتي للكشف على هذه النحل أخي الكريم قم بإخلاء ضميرك من مشؤولية هذا النحل وقم ببيعه واتعلم أولا ومن ثم إحضار النحل والعمل فيه أما أن تحضر خلايا وتصبح تجرب فيها سمعت طريقة من فلان سمعت طريقة من فلان سمعت طريقة من فلان يا أخي الكريم هذا يوقعك بالأخطاء وخسارة خسارة معنوية وخسارة مادية وسترهق كاهلك في هذه المواضيع إذا أردت أخي الكريم وأحببت هذه الحشرة يجب عليك أولا معرفة طبيعة حياتها معرفة كيفية عيشتها معرفة سلوكها وياتها ثم أحضار خلية أو خليتين للتعلم عليها أيضا عدم الاستماع لمن هم ليسوا معروفين وأعلامنا في الوطن العربي معروفين أيضا أعلام الأوروبيين أرضا معروفين البحوث موجودة والأبحاث موجودة يعني تستطيع أنت العودة إلى قاعدة بيانية أو إنشاء قاعدة بيانية خاصة بأن كل شيء متعلق بها التصرف للنحي الموجود له الحل وتم درسه وتم أخذ نتيجة أما نعمل على قول قائل هذا يا أخي الكريم خطأ والله خطأ يا أخي الكريم يعني وصلتني اليوم رسائل وصور من أحد الإخوان بأن هناك فقدان لخمس وعشرين خليه نتيجة خطأ معين قام به الأخ أثناء التغذية لماذا يا أخي الكريم كم مرة نوهنا وكم مرة نبهنا وكم مرة حذرنا ولكن لا حياتي من تنادين إخواني الكرام نحن عندما نقول عن شيء نحن لا نسأل عليه شيء ولكنه من باب التحذير شيء عرفنا قدمناه لك ربما أجهل بعض الأمور الكثير الكثير ولكن ربما أعرف أمور كثير كثير أنت تفيدني وأنا أفيدك ما في شيء إخواني الكرام أنه التكتم والتزمت على شيء معين أخطأت أقول أخطأت ما فيها شيء الاعتراف بالذنب فضيلي أما أنا أخطأ وأصر على الخطأ وأنه صعي هذا الخطأ بعينه أما أن تخطئ وتعاود عن الخطأ تعاود عنه هذا ليس بخطأ أما الخطأ أن تسر على الخطأ كم حذرنا إخواني عدم وضع علاجات للنحل في التغذية عدم وضعها نهائيا العلاج لا يعطى للنحل إخواني الكرام ولا يوجد فيه شيء أنه استباقيا أنا سأضع العلاج للنحل حتى لا يصاب بالنوزيمة لا إخواني الكرام أنا أضع الشيء المعين حتى النحل لا يصاب بالفاروة لا يا إخواني ما هكذا تورد الإبر الآن النحل أصاب بالفاروة وكانت الإصابة موجودة فعلا بعد الكشف أقوم بمكافحتها ظهر عندي مرض النوزيمة وثبت بأنه مرض نوزيمة وأقوم بتقديمه إلى الشيء الذي يساعد النحل من حيث الأقرب للطبيعي لمقاومة هذا المرض ظهر عندي الأكارين أكافح الأكارين بالشيء الأقرب للطبيعي لتخلص من هذا الأكاروس أما أنا أقوم بوضع عدة خلطات من مركبات وتتفاعل هذه المواد الكيموية مع بعضها بحجة أنني سأتخلص من الفاروة والنزيمة والأكارين وعدم وجود تعفل حضنة أو تكلس فهذا خطأ قاتل إخواني كرام هذا أخينا 25 خلية وضع لها التغذي في الصباح الباكر لم يجد سوى الحضنة داخل الصناديق والنحل المكون في أرضيات الخلايا يعني شيء يدم القلب فعلا يدم القلب لماذا هذه الأخطاء إخواني لأنك سمعت فيديو يقول كذا وكذا والله إخواني يعني تقومون بتجارب ما أنزل الله بها من السلطان المعلومة موجودة بين يديكم والأقربات موجودة بين يديكم وتستطيع في أي وقت عرض سؤالك أو المشكلة التي تقع فيها ليتم تقديم لك الحل الذي يتم مشاهدته والمعروض من قبلك وتسير فيه على بركة الله والتوفيق بالأول وبالأخير من الله ولكن إخواني الكرام لا داعي لهذه التجارب لا داعي أبداً لهذه التجارب لأنك ستقع في المشاكل وسيؤدي ذلك إلى هلاك نحلك وخسارة مادية ومعنوية وجهود لك يعني أنت تبني مشروع للأمام على مكون من خمس خلايا فما ما لك من خلايا يقتات عليه عائلة أو عوائل على خمس وعشرين خلية وهي فقط هي المردود المادي الشهري له نسأل الله أن يعوضه عن ذلك ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في كل خير والسلامة من كل شر أي أحد أخواني الكرام لديه استفسار أي أحد أخواني الكرام لديه أي من العلومة ربما نحن منشغلون في أمور الحياة في طبيعة العمل في ظنك الحياة ولكن أي سؤال يحتاج إلى إجابة فورية سيتجد أي أخ من الأخوان يجيب على ذلك أيضاً أخواني الكرام لا تستمع لأي شيء يعرض لديك أو أي شيء والله يا أخواني الكرام أني أعرف ناس لا يبحث إلا عن الشهرة أي والله ولا أحد يجبرني على هذا اليمين يبحث فقط من أجل أن يقول له النحالين البسطة والمبتدئين يا أستاذ فلعن بس كلمة أستاذ هذا إخواني الكرام هذا لا يجتمع له بالمرة نهائياً الانتباه 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 لمواقع التواصل والاجتماع الفيسبوك اليوتيوب الواتساب هذه إخواني الكرام يجب الانتباه إليها وعدم أخذ أي شيء يقال فيه أياكم الله أخواني الكرام وبرك الله بكم وأعتذر عن الإطالة